اهلا وسهلا فيكم مرة تاني في هذا الدرس هنتعلم شيء بسيط جدا بل قد يكون تافه لكن هذا الشيء اللي هنتعلمه هيختصر علينا وقت طويل جدا في اثناء شغلنا يعني ما بسنا نضيئة ونصير نضيئ وقتنا ونحن نحرك النودز ونرجع نرتبها نود نود بإمكاني الآن أنا رح علمك طريقة ترتب فيها شغلك بدون ما سير ضيئ وقتك ونت ترتب النودز زائد انك انت لو صارت النودز كلها مخربطة ممكن صير تضيئ في الكود اللي بتكتبه طيب الآن أنا لو بدي أرتب هدول تلاحظ انت هاي فوق هاي طب أنا بديش أقعد أصحاب واحدة وحطهم على خط واحد لا بدي إياهم يترتبوا تلقائيا بحركة بسيطة أنا بحددها إيش هي؟ بحدد النودز الآن لاحظ أن حددت الأولى حدد الثانية الثالثة آخر واحدة بتضوي هي اللي أنا قم بتحديدها أو بإمكاني أضغط على النود هاي بعد أن أضغط كنترول على الكيبورد وضغط على الثاني أضمن أن أضغط لسا على كنترول بطلت على أخيرة لأن أخر واحدة حددتها اللي هي برنت شترينك لو ضغط رأيت كليك ويأتي على اللايمنت واخترت اللاين توب اللاين توب شو راح يسوي؟ صفط لي إياهم كل إياهم على خط واحد من فوق ممتاز جدا 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 طيب الآن عندي كمان هدول اللي في اليسار أنا بدي هدول الثنتين يجو مع بعض بس بدي إياها تيجي مجمب هاي بدي أنا هاي ترجع لورا ما بدي هاي تقدم لقدام بدي إياهم يجو من الخط من الجهة اليسرى يسوي من الطبقين من الجهة اليسرى بحدد هاي الأولى بضغط كنترول بحدد هاي الثاني أو بحدد الثنتين بهذا الشكل آخر واحد بتضوي هي اللي تم تحديدها بضغط رأيت كليك بجعل اللايمنت اللاين لفت ممتاز جدا 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 هيك صاروا الثنتين لاحظ على نفس الخط وبقدر قطب أنا بعدين أشياء البسيطة اللي بديش أدخلها في الترتيب نفسه طيب الآن اتعلمنا كيف حطينا اللاين توب واللاين لفت طيب كمان أنا ممكن بدي الخط هاتلاحظ هذا الخط شوي مايلا تحت وهذا بعدين برجع يطلع لفوق بدي الخط هاتلا أنا متصل ما بدي إياهم اللاين من فوق بدي الخط أنا اللاين يعني يكون خط واحد يكون ستريت بضغط رأيت كليك باجع على اللايمنت باجع على هاي اللي هون ستريتن كونيكشن بضغط عليه لاحظ الخط الأبيض صار متصل طب على افتراض أنا بدي الخط هذا الزهري هو اللي يكون مستقيم باختار الثنتين هاتول بضغط رأيت كليك باجع على اللايمنت ستريتن كونيكشن لاحظ الخط الزهري اللي هون صار مستقيم وهذا نزل لتحات صار فيان الخط بس الزهري اللي حد لنا ممتاز جدا 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 طيب الآن تعلمنا كيف نرتب النوتز بهذه الطريقة طيب أنا بدي كمان أورجيك أنا عندي شفت هاي النوتز قبلك أنا كيف رتبتها شايف أنت النوتز اللي هون أنا هاي خربطتها بالعمد ليش خلينا أورجيك لو أنا خطرت أنا هذون بدي أهجأ أرتبهم بالطريقة بدي طلعوا بهذا نفس هذا الشكل بالضبط ايش بعمل بضغط رأيت كليك اللايمنت بدي أختار اللايم لفت يجي كلهم هون على الجهة اليسار لهاي باجي هون اللايم لفت اللايم لفت اللايم لأيجو على هذا ممتاز يجي على البولين طيب ايش رح ستسوي رح اختار ترانسفورم ونزلها لتحت لان أنا بديهم يأخذوا مسافة متساوية بين بعض بحددهم كلهم بضغط رأيت كليك باجي على اللايمنت لاحظ أنت هون في ديستروبيوت فيرتيكل ديستروبيوت فيرتيكل بضغط عليها حدد لي مسافة متساوية بين كل نود ونود وصار شكرهم ممتاز جدا 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 بهذه الطريقة لان أنا رتبتهم خليت مسافة بين كل واحدة وواحدة متساوية فرائع جدا بالعكس هذا بيختصر عليك وقته مجهود ضخم جدا تمع الآن أنا هذول كمان خربطهم تعامل ما تجيبت هون النودز وخربطها طيب أنا تعلمنا كيف أنا بقدر أحطهم على اللايمنت على التوب صاروا الآن كلاتهم على خط واحد طيب أنا بدي نفس الإشي مسافة المرة الأولى خليناها يعني عمودية بدناها حس هوريزنطة أفقية بختار alignment تسروب هوريزنطة لاحصا في مسافة متساوية بين كل واحدة وواحدة ممتاز جدا جدا طيب كمان للترتيب وترتيب شغلنا ممكن أنا بدي أحط ملاحظات على شغلي يعني عندي البرانش هاي البرانش هي true or false أنا بقدر أحط بحط comment هون ممكن أحكي عن إشي هاي لأنا بس بدي أكتب أنا true or false لكن هي بالأصل ممكن أن تتحط ملاحظة هون باللغة العربية لاحظة طبعلي هون ملاحظة أنه هاي النود بتسوي شيء معين أنت بتكتب هون مثلا أنت هذا أطلق أو لا تطلق النيران بتحط الملاحظة هون فبتزحل عليك تفهم أنت شو بتشتغل بهذا بتسرع عليك أنك تلاقي النود أو الكود تبعك بسرعة تشوف أنت الملاحظة لحطاتها وانت تشتغل طيب الآن كمان أنا ممكن أحدد كل النود وضغط حرف C على الكيبورد أنا أعمل كومنت الآن لاحظ لما أحدد هذا بحرق كل النود معاها مع السندوق باجي على كومنت بكتر أكتب هون هون فلو خلص فلو نود بس للتوضيح بدي أرجع إلى وراء الآن أنا مش عارف أنا شو في جو ممكن يكون عندي أنا هون جريدة كبيرة من النود فأنا بعمل إيش باجي على النود ممكن أنا أكبر هاي لهالدرج هاي مثلا وارجع إلى وراء بصير وأنا بشتغل أوكي أنا عندي هنا فلو نود أنا عندي هنا لو أنا كبرت فالي بصير أشوف هون بصير أعرف أنا وين شغلي موجود بصير أحط مثلا أنا أحدد هدول هاي هون أزل هم لتحت أول إيش خلني أصغر هاي خلني لتحت هدول أكبر هاي شوي الآن بصير شغلي موجود دايما تحت النوت هاي الموجودة هون فبصير أقرب أنا الآن النوع الشغل تبعي ونبعيد أوكي تعال نشوف هون شو كتبنا زي بهاي الطريقة الآن أنا بقدر أرتب شغلي طبعا يعني هذا في حالة إنه كانت الجراف تبعك مليان مليان كثير ممكن تعمل حركة هاي لكن ما في داعي إذا عندك بس الشيء بس أيضا كمان من الممكن إنه نعمل حركة ثانية لأن أنت عندنا صندوق من حركه طيب لاحظ أنا افترض إنه هنا في كود كمان في نفس الصندوق بدي أحوط عليكم بضغط حرف سي بحدد حرف سي بعد نقط مثلا دو وونس على اسم هاي مثلا ممتاز أنا لو أحركت لاحظ حركت الصندوق يجوه ممتاز جدا الصندوق هذا صعب تحركه ممكن تضغط على هذا كمان في ملاحظة مهمة أنا بدي أحرك الصندوق لحال ممكن أحدد هون مو 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 بحكي كومنت بضغط بحرك لاحظ صرت أحركه بدون أحرك جوات الآن هذين صار جوات برجع مو مو ممتاز جدا جدا طيب أيضا أغير اللون تبعه أختار من هون إذا بدي اللون أحمر بقدر أختار اللون اللي بيعجبني اخترت أنا هذا اللون مثلا الآن وهذا بدي أختار لون مثلا أزرق فصار عندي لونين جوه باق ممتاز زي ما أنا عملت أنا هون غيرت الألوان هاي فبنفس الطريقة أنت بتغير اللون اللي بدك هون بتختار أي شي يعجبك بالطريقة اللي بتعجبك وتناسبك طيب ممتاز جدا 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 الآن بهذه الطريقة الآن رتبنا كل شغلنا اتعلمنا كيف نعمل النوتز نحط على خط واحد نعيد ترتيبها بطريقة بدون ما نتغلب وحطيناها بسندوق آخر شيء لترتيب التوصيلات ممكن من الممكن انك انت وانت بتشتغل بدك مثلا توصل نوت مع نوت قبل هك خلنا افترض ان انا توصل نوت هاي مع هاي النوت لاحظ انا صار في عندي غربيش فبعض بغض دبل كليك على الخط على نفسه وباجي بسحب الى فوق وبضغط خط مرة ثانية دبل كليك وباجي بسحب من هاي اللي انا عملت الحركة هاي هاي افسيكوشن كمان تريد تسحب منها وتسوي كود جديد لكن الفكرة اللي انا عملت هون الان بس علشان اضل انا عارف شو باستغل الان رتبت انا كل شغلي كل اشي صار موصل بطريقة منظمة حطيت الملاحظة تبقيت حطيت الاشياء على خطوط واحدة او تبقيت كل اشي بما كان مناسب الان انا بشتغل وبعرف بدون ما اصير ادخل الاشياء في بعض بالغلط اوصل الشغل لمكان شغل تاني او امعرف افهم شو انا كتبت هيك بكون انتهى هذا الدرس في امان الله بشوف الدرس بعد ومع السلامة